اشتركوا في القناة ارباس تعمل في كل الاحوال الجوية وظروف القتال شديدة العذائية مثودة بالاسلحة وتحمل المقاتلين ويبلغ طولها تسعة عشر فاصل خمسة مترا والسرعتها تلاتمائة واربع وعشرون كيلو مترا في الساعة والمدى الف وثلاثمائة كيلو مترا وتستطيع نقل عشرين جندي بكامل معدتهم القتالية ويمكنها حمل اربع فاصل خمسة طن من العتاد وتتسلح المروحية بعدد ثمانية وتلاتين صاروخ عيار تمانية وستين ملم ومدفع الرشاش عيار عشرون ملم عدد اثنين مع مئة وتمانين طلقة ومدفع الرشاش سبعة فاصل اثنين وستين ملم عدد اثنين والثواريخ مضاد للسفن وتربيدات مضاد للغواصات وتأتي هذه الصفقة في اطار مواصلة المغرب لتقوية وتحديث الترسان الحربية لقوة المسلحة الملكية وذلك من خلال عقده للعديد من الصفقات لاقتناء احدى المنظومات التقنية والقتالية خاصة على مستوى السلاح الجو حيث تم عقد العديد من الصفقات الضخمة مع الشركاء العسكريين للمملكة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية التي تعد اول قوة عسكرية على المستوى العالمي ويرى متابعون للشأن المغربية ان المغرب خلال العشرية الاخيرة قد عمل على تعزيز قدراته العسكرية بناء على استراتيجية دقيقة تهدف الى تمكين قواته المسلحة من احداث المنظومات العسكرية والحصول على اقوى العتاد والاجهزة الحربية على الثاحة الدولية حيث يتجه الى تزويل القوات المسلحة الملكية بانظمة عصرية ودقيقة ذات جودة عالية وفي ذات الثياق اختتمت يوم امس الاربعاء المرحلة التحضيرية لمناورات شيباك 2021 بعد ثلثلة من التمارين واوراش العمل هدفها التحضير لمرحلة التطبيق بالبحر على طول المصار الرابط بين تولون والدر البيضاء ووفق مصادر عسكرية فان المرحلة التحضيرية عرفت القيام بمجموعة من التمارين لمكافحة الحرائق ومناورات على اجهزة المحاكات وكذا قيام الفرقاط المغربية السلطان مولي اسماعيل اف 614 وكاسحة الالغام الفرنسية كابخي كوغن بتمارين للغوث وتتميز نسخة هاتي الثنة بمشاركة طائرة الخفر البحرية المغربية قراث كيك اير 350 الحديثة وبتخصيص حيذ لتمارين الخاصة بمكافحة الالغام حيث تعكف مفتشية البحرية الملكية على تكوين اطر في هذا الميدان المهم في وفق تعزيز وسطول البحرية الملكية بكاسحات الغام في الثنوات القادمة ووفق المصدر تلعب هاتي الوحدات دورا مهما في حماية الخطوط البحرية الرئيسية ومداخل الموانئ من اي عملية قد تهدد امن والسلامة الملاحة البحرية او فرض اغلاق لموانئ المملكة الرئيسية شجب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من اجل اوروبا داخل البرلمان الاوروبية مرة اخرى الميولاث العدوانية للجزائر بالمغرب الكبير وعموم المنطقة وقام نائب رئيس حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من اجل اوروبا النائب الاوروبي البلغاري الهان كيوتشيوك بمساءلة نائب رئيس المفوضية الاوروبية ممثل الاتحاد الاوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية قصد العمل على كبح ميولات الجزائر العدوانية في المغرب الكبير وعموم المنطقة بمفهومها الاوسع وفي هذا الصدد اوضح النائب الاوروبي انه عاقب اعتماد قرار مجلس الامنة رقم 2602 في 29 اكتوبر 2021 الذي جدد ولاية المنورسو لمدة سنة اضافية والذم جميع الاطراف بالتوصل الى حل سياسي واقعي دائمة ومقبول من كل الطرفين لقضية الصحراء المغربية رفضت الجزائر كعادتها وبشكل رسمي هذا القرار وعبرت عن رفضها المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة وتساءل ما الذي يعتزم نائب رئيس المفاوضية ممثل الاتحاد الاوروبي السامي لشؤون الخارجية والسياسة الامنية فعله للضغط على الجزائر حتى تستأنف المفاوضات في اطار الموائد المستديرة وذكر نائب رئيس حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من اجل اوروبا من جهة اخرى بان الاتحاد الاوروبي هو احد المزويدين الرئيسيين للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر بالمساعدات الانسانية وبان قرارات الامم المتحدة الاخيرة بشأن هذا الموضوع تدعو الى القيام بتعداد هذه الساكنة متسائلا حول ما اذا كان رئيس الدبلوماسية الاوروبية يعتزم دعوة الجزائر للامتثال للقرارات الدولية والسماح بتسجيل الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات يذكر انه ليست هذه المرة الاولى التي يسائل فيها نواب اوروبيون ومجموعات مؤثرة داخل البرلمان الاوروبي مسؤولية الاتحاد الاوروبي بشأن وضع حد لوضعية عدم القانون السائدة في مخيمات تندوف واجبار الجزائر على التوقف عن اعاقة المسلسل الاممية الهادف للتثوية النهائية للخلاف المصطنعة حول الصحراء المغربية وفي خبر اخر جددت المملكة المتحدة اليوم الاربعاء بلندن التأكيد على دعمها للقرار رقم 2622 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يرحب بجهود المغرب الجادة وادات المصداقية من اجل تثوية النزاع حول الصحراء المغربية واكدت المملكة المتحدة والتي تتكون من انجلترا ويلز اسكوتلندا وايرلندا الشمالية في بيان مشارك صدر عاقبا عقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي المغرب المملكة المتحدة وذلك بين الوزير البريطاني للشؤون الخارجية ليز تراس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغارب المقيمين بالخارج على دور الامم المتحدة المحورية في مثلثل تثوية هذا النزاع من جاة اخرى اشهد الجانبان بتعين المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة ستيفان ديمستورا وجددا دعمهما الكامل لجهوده من اجل التوصل الى حل لهذا النزاع كما رحبت المملكة المتحدة باثهام المغرب الجهور الاقليمية والدولية لمحاربة الارهاب مشيدة باحدات مكتب برنامج الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في الرباط واعربت وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية ليستراس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية ناصر بوريطا عن قلقهما العميق ذات فاقم التهديد الارهابية في افريقيا خاصة في منطقة الساحلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة